قبل عودة متوقعة لأوجي قوتها سطر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري آخر فصول العلاقة المتوترة بين واشنطن وتل أبيب في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس باراك أوباما فبعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الذي لم يوقفه فيتو أمريكي للمرة الأولى منذ عقود أسمعت تصريحات كيري بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط الإسرائيليين من حلفائهم ما لم يسمعوه من قبل برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد لا يجوز لنا بضمير سليم أن لا نفعل شيئا وأن لا نقول شيئا بينما نرى أمل السلام يتبدد الرد الإسرائيلي جاء تنديدا على لسان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لن نتلقى دروسان من القادة الأجانب الشرق الأوسط يلتهب والإرهاب يستشري فيه لكن جون كيري ينتقد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة نأمل أن لا تتسبب إدارة أوباما بأضرار إضافية في الأمم المتحدة أما الجانب الفلسطيني فطالب بوقف بناء المستوطنات قبل عودة المفاوضات الرئيس محمود عباس تابع باهتمام بالغ خطاب وزير الخارجية جون كيري ويعيد التأكيد على أن مفاوضة السلام هي خيار استراتيجي من اللحظة التي توافق فيها الحكومة الإسرائيلية على وقف الأنشطة السيطانية ومن المرتقب أن تنسخ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الفتورة في علاقة بلاده مع الدولة العبرية بمجرد دخوله البيت الأبيض بعد نحو ثلاثة أسابيع وهو الذي تعاهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر